تحتفل الجالية الإسلامية في مدينة بيفيرتون بولاية أوريغون بولايات المتحدة الأمريكية بأول شهر للتراث الإسلامي لعام 2023 وسط العديد من مشاعر الانتماء والفرح كان مجلس مدينة بيفيرتون قد أعلن اعتماد شهر مارس شهرا للتراث الإسلامي رسميا في المدينة خلال اجتماع مجلس المدينة هذا الشهر وبصفتها عضوا لمجلس مدينة بيفيرتون وإحدى مسلمات المدينة أشارت نادية حسن إلى أن شهر التراث الإسلامي ذو شقين الأول لمساعدة المجتمع الإسلامي على التعبير عن نفسه وممارسة عدد من الانشطة المهمة والتواصل مع الجيران من غير المسلمين والثاني أن يتوافق ذلك مع شهر رمضان المبارك لهذا العام وهذا ما يجعله مميزا وتأمل أن يكون شهر التراث الإسلامي سببا في نشر الثقافة الإسلامية بين الناس في مدينة بيفيرتون بالإضافة إلى استعراض الإسهمات التي يقوم بها المسلمون في المدينة ومن الجديد بالذكر أن ولاية يوتا غربية الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد اعترفت بشهر يوليو عام 2022 شهرا للتراث الإسلامي في المدينة كما خصصت ولاية إلينوي شهر يناير عام 2022 شهرا للتراث الإسلامي أيضا ترجمة نانسي قنقر